أنا عدل أجاكر طبن تابي تامر إيه والله تابي تامر طيب أنا أبي أروح لفيصل فيصل قل لي مشاعر العيد عندكم في حفر الباطن وبشكل عام أنا أقل لي أعرف أنك تداوم تقريبا دوامك في المجمعة أنا أداوم في المجمعة ومستقر في المجمعة ولكن العياد إلزامية في حفر الباطن طبعا بحكم بيت الوالد الأخوان الخوات كلهم في حفر الباطن الوالدة موجودة في حفر الباطن يعني أغلب الجماعة موجودين في حفر الباطن أصف للمشاعر أكيد أن كل منطقة من المنطق المملكة عندهم يعني تقص معينة في العيد شوف لا أخفيك في بعض المحافظات أو بعض القرى ما زالت متمسكة بالعيد القديم يعني تقدر تقول حفر الباطن ما زالت الحمد لله يعني فيه تغير بسيط عن أول ولكن ما زالت يعني تحس بالعيد يعني أنا لما أكون موجود في الرياض مثلا في وقت العيادة زي كذا للأمانة يمر العيد مرور الكرام ولا كأنه عيد ما فيه ما تحس يعني مثل الإحساس في المحافظات مثل حفر الباطن والديار اللي حولها ما زالت فرحة العيد الأولى ما زالت موجودة والحمد لله يا سلام وشعور جميل طيب عادة يعني أول أيام العيد تطلع برى المنطقة مثل اليوم يعني لا أبدا اليوم تغيرت عليك الأجوار لما أكلمني الأستاذ عبد الرحمن الكريب أنا قلت سامان وطاعة الله يفيد والله أربع أيام خمس أيام هذه بالذات العيات مستحيل تروح يمين وليسا يعني نقول الشوق يحدو إلى حفر الباطن بعد الحلقة مباشرة بإذن الله الله يكون في عونكم وسائل أموركم سلمان أنا بيسألك بحكم أن أنا أتوقع أن دائما بحكم يعني علاقاتك كونك مقدم برامج ومسارح ومهرجانات عادة العيد عندكم في الحفر أو مكان ثاني تكون مرتبط يعني بمهرجانات ثانية فعلا أنا عندي اليوم كان في عندي ارتباط في منطقة ولكن عشان أبو كليب الله يبيض نجيه وغير كذا أنا بقول لك حاجة يعني قناتنا أبدأ من كل حاجة عندنا الله يأتيكم بالعافف وصراحة كان ودي اليوم بعد شاركني يا أخويك حلاش شمري لأن أنا متعود أني دائما أتخاوى أنا وياه بالمناسبة أنا كلمت طبعا وعت ذر بحكم وجودة بحائن تقريب صحيح هل تكمل أو تقول شيء؟ خلصنا صح؟ أنت قلت تعودنا أنيش أكون معاك حلال أنا قطعتك بالنسبة للمهرجانات ما مهرجانات بالعادة أول أيام العيد أنت عارف وكونك مقدم بعد مهرجانات أيضا معي الأيام أول ثلاثة أيام هذه لابد أن نحن مزدحمين نحن ما ندل نقطع مهرجان واحد صحيح صادق ويصير فيه ضغط على المقدمين فاليوم الحمد لله تداركنا الوضع وبإذن الله ثالث أيام العيد في عندي مهرجان أيضا ما شاء الله بالحفر؟ لا والله في منطقة ثانية ما شاء الله أتصرح بأكيد بسنابك بسنابك إن شاء الله يا سلام أنا بيروح لي أنا يعني بشكل عام أثناء مشاركته في